نشرة الأخبار فتلميذ وتلميذة يشرعون اليوم الخميس في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية والتسجيل بداية من اليوم في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا في العالم عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بالقطاع وحزب الله اللبناني يتوعد بقتال إسرائيل بلا ضوابط أو قواعد أو سقوف تفاصيل الأنبع يشرع تسعة وخمسون الفا واثنان وسبعون تلميذة وتلميذة بداية من اليوم الخميس في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام الفان واربع وعشرون وتبلغ طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية لهذه السنة الدراسية ثلاثة ألاف وثمانمائة وخمسين مقعدا موزعة على مختلف الإعدادية النموذجية في مختلف جهات البلاد وفق ما أكده مدير الاتصال بوزارة التربية المنظر العافي أفادت وزارة التربية بأنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا التسجيل بداية من اليوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85.005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان الباكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج في بلاغ إعلامي أمس أمهلت وزارة التربية المصالح المعنية بالموارد البشرية وشؤون المالية بالمندبيات الجهوية للتربية إلى حدود نهاية جوان الجاري من أجل حجز المعطيات الخاصة بالأساتذة النواب حجزا رقميا يضمن أقصى حدود الدقة في ضبط قاعدة البيانات من 2008 إلى جوان 2024 وجاء في البلاغ أنه يمكن تمديد عملية التحيين إلى منتصف جويل المقبل بالنسبة لكافة الأساتذة النوابة بهدف تمكينهم من مستحقاتهم المالية ومعرفة ترتيبهم في قاعدة بيانات موحدة تسمح بترشيح قائمات من سيتم انتدابهم خلال السنة الدراسية المقبلة في أكمل الظروف أكد منسق البعثة الصحية للحجيز تجيزيين حماد السوسي أن عمليات البحث عن الحجيز التائهين متواصلة مضيفا أن أكثر من ستين بالمئة من حجيجين الميامين أتموا مناسكهم وعادوا إلى الفنادق قريبا أكثر من ستين بالمئة من الحجيز التائهين عطوا من المناء إلى سنة دقل موجودة في مكة ثم شوية تعال ثم شوية إرهاق ثم شوية قدت لهم ثم جاءوا في العمرة لكنهم بالنسبة لنحن توانسة وبالنسبة لنحن يجب أن نخذوهم بعين الاعتبار وندويهم على ذات قاعدين نحن ندوره في المستشفيات بشيشوكوا إيش كون اللي غادي لكن العداد بتاعنا العداد لكل ما نعرفه العداد بتاعه ما هوش كبير في مكة المكرمة من كلها فعنا كان ثلاثة حجاز مزالوا منومين لكن الحالة بتاعها ما هيش كبيرة بكل حالة مستقرة وإن شاء الله من هناك الوقت المراحل بتاعها بيروسوا والا يمشيوا المجينة بالنسبة للأخرين اللي غير المنظومة لذلكم لا نعرفوش العداد بتاعهم لكننا نحن قاعدين كل يوم نعاوضوا في فرس وكل عام معاوضوا نشوفوك تداول اجتماع مجلس الوزراء بيشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس في عدد من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسندي لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وكذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرمي بين تونس وإيطاليا حول برنامج دهم الميزانية العامة للدولة التونسية كما نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة والذي ينص بالخصوص على أحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة وأحداث عطلة ولادة لفائدة الأمة التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة وأحداث عطلة ولادة لفائدة الأمة التي وضعت طفلا ميتا وكذلك الترفيع في عطلة الأبوة هذا وخصص مجلس وزري بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس لمتابعة مشروع مدينة الأغالب الطبية بالقيروان وملف الدراسات المخصصة لهذا المشروع وأكد رئيس الحكومة أهمية المشروع في التقليص من التفاوت الجهوي والذي يتمثل في إحداث مدينة طبية متعددة لإختصاصات مستدامة ومندمجة أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر أصدر عدة بطاقة إداء بالسجن في حق مسيري وأم نائما لعدة جمعيات ثبت تورطهم في هذا الملف وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدس في اليوم الثامن والخمسين بعد المائتين من الحرب الصهيونية على قطاع غزة استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينين خلال الساعات الماضية في غارات وقصف مدفعية استهدف مناطق النصيرات وسط القطاع والمواصي وصلاح الدين والشوكة في رفحة إلى الجنوب من القطاع كوثر العرقوبية أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق أمس استشهاد أكثر من عشرين فلسطينيين وإصابة العشرات في ثلاث مجازر ارتكبها الأحتلال في يوم واحد في مناطق متفرقة من القطاع في الأثناء استهدفت المقاومة الفلسطينية تمركزا لجنود إسرائيليين على خط الإمداد في محور نيتساريم وفي معارك رفح طالت قذائف المقاومة حشودا إسرائيلية قرب دوار الجوازات ومنطقة تيتا للسلطان والحي السعودي غرب المدينة يأتي ذلك فيما أقر الجيش الإسرائيلي أمس بإصابة إثني عشر من جنوده في معارك شهدها القطاع في يوم واحد على الصاهد الإنساني قالت حركة حماس إن أكثر من أربعين طفلا فلسطينيا استشهدوا بسبب الجوع الناجم عن فقدان الغذاء والتطعمات جراء الحصار الصهيوني على القطاع من جهة أخرى أعلنت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن قرابة 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء نحو تسعة أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة هذا وتوقعت مصادر أمريكية استأنف عمل الرصيف العائم في قطاع غزة اليوم الخميس لتفريغ مساعدة إنسانية يحتاجها سكان القطاع وعلى الجبهة اللبنانية شن حزب الله عدة عمليات على مواقع إسرائيلية قبالة الحدود بينما شنت مقاتلات ومصيرات إسرائيلية غارات على بلدات جنوب لبنان وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين فشل محاولات التسوية بين حزب الله وإسرائيل وفق ما ذكرت مصادر إعلامية عبرية في الأثناء أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط أو قواعد أو سقوف إذا فرضت عليها حرب شاملة مع إسرائيل وعشار إلى أن الكيان الصهيوني يجب أن ينتظر المواجهة برا وبحرا وجوا وفق تعبيره وأضاف نصر الله في خطاب متلفز ألقاه أمس أن لدى حزب الله بنك أهداف كاملة ودقيقة مشددا على قدرته الوصول إلى أي مكان في إسرائيل حيث لن يكون أي مكان بمنعا عن صواريخ الحزب وطائراته المسيرة نقطة الختام لهذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية وهذا أبرز ما جاء فيه في عنوين مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة أكثر من 59 ألف تلميذ وتلميذة يشرعون اليوم الخميس في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية والتسجيل بداية من اليوم في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا وفي العالم عشرات الشهداء والجرحة في مجازر جديدة للاحتلال بالقطاع وحزب الله اللبناني يتوعد بقتال إسرائيل بلا ظوابط أو قواعد أو سقوف دومتم في رعاية الله